السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات شركة آفاق التعليمية الصف الثاني المتوسط في إمادة الرياضيات درسنا اليوم الصيغة العلمية كتابة الأعداد بالصيغة القياسية يا شباب تتحرك الفصلة بعدد مرات الأس إذا كان الأس موجبا فإن الفصلة تتحرك يمينا أما إذا كان الأس سالبا فإن الفصلة تتحرك إلى اليصاب مثال اكتب العدد التالي بالصيغة القياسية ثلاثة فاصلة خمسة وعشرين تاربع عشر أس أربعة الأس يا شباب أربعة الأس يا شباب موجب إذن الفصلة تتحرك أربع منازل حسب الأس يمينا بص معايا كده أربعة يصبح ثين وثلاثين ألف وخمسمية طيب مثال آخر ثلاثة فاصلة خمسة وعشرين من مية أربع عشر أس سالب أربعة الأس يا شباب سالب أربعة يا شباب الأس إيه؟ سالب إذن الفصلة تتحرك أربع منازل لليصاب وهكذا تتحرك الفصلة إلى يمين أول منزلة غير صفرية من اليصاب إذا كان العدد الأصلي يقع بين الصفر والواحد فإن الأس يكون سالبا وغير ذلك يكون الأس موجبا والسمعي نكتب الأس بعدد المرات التي تحركت فيها لإيه؟ الفصلة يا شباب أكتب العدد التالي بالصيغة العلمية رقم كبير الفصلة يجب أن تكون يمين العدد أيوة يمين العدد تتحرك إلى تحركت خمس منازل يبقى الأس يساوي خمسة تمام يا شباب؟ طب هنا الفصلة يجب أن تكون يمين العدد خمسة تحركت كم؟ ثلاث منازل الأس ثلاثة العدد بين الصفر والواحد يبقى الأس سين واكتب كلهم من الأعداد التالية بالصورة القياسية تحرك العلامة خمس أرقام نحرك العلامة يسارا رقمين نحرك العلامة يمينا رقمين الفصلة هنا يا شباب أصلها هنا تتحرك كم رقم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة الفصلة هنا يا شباب نحركها هنا يبقى واحد اثنين ثلاثة سالب ثلاثة اعتمد على المعلومات الواردة في الجدول وردت الدول الخليجي العربي حسب أعداد سكانها من الأصغر إلى الأكبر طبعا أنا عندي البحرين وقطر هنا ثم الإمارات واثنين فصل ثلاثة السعودية والكويت اثنين فصل أربعة ثم اثنين فصل ثلاثة السعودية بص شباب سبعة فصل واحد أصغر من سبعة فصل ستة واثنين فصل أربعة أصغر من أربعة فصل ثلاثة ثم اثنين فصل ثلاثة لأن هنا الأس سبعة شباب أما الأس هنا ستة والأس هنا خمسة إذن يبقى الترتيب البحرين ثم قطر ثم عمان والكويت ثم الإمارات ثم السعودية أكتب كل من الأعداد التالية بالصورة القياسية سبعة فصل ثلاثين ضرب عشرة أصغر أربعة الفصل تتحرك أربع أرقام تتحرك خمس أرقام واحد اثنين ثلاثة وزود صفرين تتحرك رقم واحد يسارا تتحرك أربع أرقام يسارا لتصبح هكذا أكتب كل من المئاتي بالصورة العلمية الفصلة هنا يا شباب ثم كمية الأصفار واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أضرب أحرك الفصلة وأضرب فعشر أوس تسعة أما هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يبقى سالب خمسة عشر أوس السالب خمسة عشر أوس السالب واحد مع تحريك الفصلة رقم واحد يمينا أحرك الفصلة يسارا ثلاثة أرقام فصلة تتحرك يسارا آسف يمين ثلاثة أرقام وهنا يمين سبعة أرقام وهنا يسارا أربعة أرقام وهنا يسارا خمسة أرقام هنا لما بكتب بالصيغة العلمية الفصلة هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة يبقى عشر أوس أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية يبقى عشر أوس ثمانية مع تحريك الفصلة رقمين مع تحريك الفصلة يمينا ثلاثة أثنين ثم سالب خمسة سعدنا بحضوركم وعلى آمل اللقاء بكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته